تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة في وفاة سمو الشيخة نورة بتعيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله داعي المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وقد عبر سموه حفظ الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على مشاعره النبيلة وتعازيه الصادقة داعيا الله أن يديم على المملكة الشقيقة أمنها وازدهارها